أهلا بحضراتكم من جديد واستكمال الحديث في ترند الأهلي واللي اتكتب عن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية عبر السوشيال ميديا مكملين مع حضراتكم والصفحة الرسمية ليلا كورا عبر تويتر اتكلمت على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة الوداة في إياب نصف نهاء دور الأبطال المتوقع من وجهة نظر الزملاء في يلا كورا محمد الشناو في حراسة المرمى خط بضهر من الميل الشمال محمد هاني زهير أيمن أحمد فتحي زهير أيبي صير اتنين مساكين أيمن أشرف وياسر إبراهيم اتنين وسط ارتكاز أليو ديانج وعمر السلية أمامهم محمد مجدي أفشا وجونيور أجيه وحسين الشحات ومروان محصن طيب في توقع متوقع آخر من الصفحة الرسمية لسوبر كورا بتتوقع تشكيل الآل في مباراة الوداد ما اختلفش كتير يعني نفس الإطار برضو بنكلم فيه بالنسبة لتشكيل الآل شناو وياسر إبراهيم أيمن أشرف فتحي هاني سولية ديانج الشحات جونيور أجيه أفشا ومروان محصن وبنسبة 99% التشكيل اللي لعب بيه الأهلي المباراة السابقة في كازاب لانكا طيب